برحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا لا يقتل مسلم بكافر ونشوف السؤال من موقع الاسلام من سؤال وجواب بيقول ايه ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا زميا هل يقتل به ام لا واذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عريه يبقى السؤال بيقول ايه هي العقوبة اللي يقتل كافر الزمي هل يقتل به ولا ايه هي العقوبة اللي هتتنفذ عليه وخلينا نشوف الاجابة بتولئين اولا الزمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على ان يبقى في البلاد الاسلامية محترما ولكن يبذل الجزية دليل ذلك قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون سورة التوبة التسعة عشرين وهنا بيعرف الزمي وهو ان المسلمين طبعا يعني بيروحوا ياخذوا البلاد اهل الكتاب ومعنى اخر يعني بيحتلوها وبياخذوا ارضهم وبعدين تسمى البلاد دي بلاد اسلامية فبيدفعهم الجزية وطبعا الجزية دي في حالة ان هو رفض الاسلام لان المسلمين كانوا بيقدموا ثلاث اختيارات يا الجزية يا الاتل يا الاسلام فالجزية بيديها اهل الكتاب يعني من المسيحي او اليهودي عن يدهم صغرون بمعنى ازلاء حقرون مهانون وممكن ترجعوا التفسير من كثير لسورة التوبة تسعة عشرين وتشوفوا الوثيقة العمرية بتقول ايه امعانا في ازلال اهل الكتاب ونكمل الاجابة واذا فعلوا ذلك واجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم لا في المال ولا في النفس ولا في العرض وده في مجموع فتاوى وسائل الوسيمين والمسلم اسقطل زميا فهو متوعد بعيد شديد فقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية او هدنة من سلطان او امينة من مسلم يبقى اللي يقتل معاهد ده مش هيشمي ريحة الجنة وان يعني ريحة الجنة هتكون بمسيرة 40 عام يعني بيقول لك الكلام ده من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عام وده الراوي طبعا زي ما انتم شايفين كده التصحيح قدامكم شوفوا معايا شرح الحديث ده من الدرار السنية بيقول ايه امر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقال وقفوا بعهد الله اذا عاهدتم وديه في صورة النحل 91 والكلام بقي قدامكم ولأجل ذلك توعد النبي في هذا الحديث من قتل معاهدا وهو من يدخل الى دار الاسلام بامان بانه لم يرح رائحة الجنة اي لا يشم ريحها وان ريحها يكون على بعد مسيرة 40 عام يعني عشان يشم ريحة الجنة لازم يمشي 40 سنة يعني مش هتتحرم منها لا انت بس هتقعد 40 سنة غد ما تصلها وخلينا نكمل الاجابة ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه ان النبي قال لا يقتل مسلم بكافر فلا يقتل المسلم بالكافر سواء كان زميا او معاهدا او مستأمنا ولا يعني هذا اهضار دم الزمي او المعاهد او الاستخفاف به فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل زميا او معاهدا يبقى رسول الاسلام قال لا يقتل مسلم بكافر سواء كان الكافر ده زمي او معاهد او مستأمنا وبيقول مش كده مش معنى كده ان انت يعني كده تهدر دمه او الاستخفاف بدمهم وما المعنى ايه معنى ايه انك لو انت قتلت مسلم قتل غير مسلم لا يقتل به هنا في سؤال مهم كمان لازم نطرحه هل الدماء لا تتساوى بسبب الدين ونكمل الاجابة ثالثا اما الوقوبة على قتل الزمي فاذ كان القتل خطأ فانه يدفع ديته هي نصف دية المسلم واذا كان القتل عمدا عدوانا فقد جاءت الاثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليز الدية على قتل الزمي عمدا فجاء عن ابن عمر ان رجل مسلما قتل رجل من اهل الزم عمدا ورفع عائلة عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلز عليه الدية مثل دية المسلم قال الالباني رحمه الله صحيح الدار قتني الى اخر التصحيح اللي قدامكم عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجل مسلما قتل رجل من اهل الزم عمدا ورفع عائلة عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلز عليه الدية مثل دية المسلم يبقى عقوبة قاتل الزمي انه يدفع الدية طيب لو قتله بالخطأ ديته نص دية المسلم طيب ان قتله بالعند يعني بالعمد قالك في حديث عن ابن عمر ان راجل مسلم قتل زمي بالعمدا ورفع الامر لعثمان فلم يقتله بس غلز عليه الدنيا وبتكون ديته زي دية المسلم طيب ايه رأيكم هل الانسان تمنوا فلوس والقتل الاغنياء يعني واحد معاه فلوس كتير عادي كده يقتله ويدفعوا بما انهم طبعا ديتهم فلوس يعني وكل ده لان الاسلام فيه ايه فيه تمييز عنصري على اساس الدين طيب يعني انا بقول لكم كده ان البلاد الاسلامية دي عمر البلاد دي اللي فيها اسلام عمرها ما تتقدم ليه لان المبادئ بتاعتها واهم مبادئ اللي بتخلي البلاد متحضرة هي المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون او الجنس او الدين لكن الاسلام دين فعلا عنصري ونكمل الاجابة قال الحافظ وقد ذكره عن طريق عبد الرزاق قال ابن حزم هذا في غاية الصحة ولا صحة عن احد من الصحابة فيه شيء غير هذا الا ما رويناه عن عمر انه كتب في مثل ذلك ان يقاط به ثم الحقه كتابا فقال لا تقتلوا ولكن اعقلوا اي اتفعوا ديته وده في ارواء الغليل وهنا برضو بيأكد انه لا يقتل مسلم بكافر لكن بيعملوا ايه بيتفعوا ديته وخلينا نكمل الاجابة وسئل الامام احمد رحم الله عن مسلم قتل معاهدا قال يدرق عنه القود اي القصاص وتضاعف عليه الدية وان قتلوا قطأ فعليه دية المعاهد وهو نصف دية المسلم وقال الشيخ خالد المشيقح المسلم لا يقتل بالزمي لتخلف شرط الكافئة وهو شرط من شروط وجوب القصص فالزمي ليس مكافئا للمسلم لكن اذا قتله عمدا تضاعف عليه الدية مرتين وده في العقد السمئي يبقى لما سألوا الامام احمد عن القصاص في قاتل المعاهد يعني ان انت تقتل المعاهد قال مفيش قصاص انها دية في القتل الخطأ وانت اضاعف الدية ده لو قتله بالعمد ونفس الكلام قاله الشيخ خالد المشيقح لان الزمي دمه مش مساوي الدم المسلم وانا هنا بسألكو يعني ايه رأيكو هل ممكن نصدق ان دين من عند ربنا بيفرق في القصاص هل ده العدل انا عايزاك كده تتخيل انك روحت بلاد بتعملك معاملة زي كده بيحتكروك من اجل دينك ويشوفوك انك درجة أقل ودمك مش بيسويهم وان لو حد قتلك ديتك فلوس سواء بالخطأ او بالعمد ايه رأيك هتشوف اللي بيعملك كده بأي نظرة فما بالك بشريعة تصنف دماء البشر على اساس الدين وتقول لا يقتل مسلم بكافر والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة